صباح الساعة ده بعد سلسلة كبيرة من فيديوهات الجبنة والزبدة والقشطة والزبادي عملنا كذا فيديو للجبنة القريش ومتابعين كتير جدا طلبوا ان احنا نغلي اللبن فالنهاردة الفيديو هنغلي اللبن لحد ما يفور كده بالشكل ده يطلع لفوق قبل ما يبتدي يفور هنطفي عليه طبعا اي كمية لبن تنسبك امي دي 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 2 كيلو المتاح عندك بعد ما بدغلي بنبرده حوالي ساعة او لحد ما توصل حرارته درجة 45 او زي دمعت العين او احط صابعي في الحليب استحمله او اعد من 1 ل 11 زي ردعة البيبي بالزبط انا هنا علشان اعزز القيمة الغذائية اكتر هجيب علبة زبادي هضفها على 4 لتر من الحليب وهبتدي افك الزبادي كويس جدا ويفضل زبادي شركات او المتاح عندك وهبتدي كده افك الزبادي بالشكل ده بعادل حرارته علشان ما يبقاش ساعة باخد من اللبن الدافي واضيف على الزبادي اللي هو الروب طيب انا كده هبتدي احط معلقة كبيرة من الملح او حسب درجة الملوحة اللي تحبها وهبتدي اضيف الزبادي او الروب على الحليب بتاعي الدافي ما يكونش سخن ولا يكون بارد دي خطوة مهمة جدا جدا ناس كتير جدا طلبت ان احنا عايزين نعمل الجبنة باللبن المغلي واحطها في طواجن بالشكل ده وادخلها فرن دافي لمدة 3 ايام في الشتاء لو في الصيف يوم واحد فرن كده دفيته حوالي 10 دايق وطفيته وممكن احط مياه كمان دافية بعد مرور 3 ايام الجبنة جبنت بالشكل ده اكي انها كمان زبادي يعني زي طريقة الزبادي بالزبط وانا ضفت الزبادي على الحليب علشان اعزز القيمة الغذائية خدي بقى كل كمية الجبنة اللي اتخسرت معاكي او جبنت بفعل الدفا اللي احنا حققناه في الفرن الدافي وكمان اللبن بتاعنا كان دافي لدرجة 45 هنحطه في شاشة بالشكل ده وفي مصفة وتحتي حاجة وهنخليه على الرخامة حوالي ساعتين او ساعة انا عايزة اكبر قدر من الشرش يطلع من الجبنة بتاعتي علشان اعرف اشكلها كويس جدا بعد مرور ساعتين وصفيت اي شرش واقع منها هنبتدي بقى الخطوة المهمة في تشكيل الجبنة الحصيرة الحلوة دي حجمها حلوة قوي وبتخليلي شكل الجبنة متناصق كده وزي بتاعت برة بالزبط لو عايزين تعرفوا انا جايباها منين هكتبلكم ان شاء الله في الكومنتات انا غسلها كويس جدا ومنشفاها ضروري جدا وخدي كل كمية الجبنة بتاعتك خطوة ضرورية ان احنا نحطها في المصفة لو حطناها على الحصيرة على طول هتصف مياه كتير وتبهدل الدنيا ومش عارف اتحكم في الحصيرة حطي بقى كمية الجبنة بتاعتك كده وحكمي الحصيرة عليها اضغطي عليها ضغطتين اديها شكل مدور بالشكل ده وبرضك يكون تحتيها صنية كبيرة طبق كبير بصوا بقى هنسيبها حوالي حوالي ساعتين كده او ثلاثة او من بالليل للصبح ونرش لها كمان رشة ملح بسيطة او بدون ملح بعد مرور حوالي خمس ست ساعات حسب ما بتتماسك معاكي بنبكدي نفكها بصوا بقى الحصيرة ادتها شكل حلوى قوي زي بتاع برة واحنا كمان عاملين اللبن كامل الدسم ما خدناش الوش منه يعني الحليب كامل الدسم لو عايزة تشيل الوش شليه بس انا خلتها بخير هكده علشان يبقى طعمها كريمي اكتر وكمان غالينا اللبن بصوا بقى الخرطة حتة محترمة بسم الله ماشاء الله الجبن القريش من الحاجات المفيدة جدا اللي ولدنا مليانة كالسم وعززنا كمان اللبن بتاعنا او الحليب بقى لبت الزبادي قطعي بقى كده الاحجام اللي تناسبك او هي الحصيرة محد دالك حجم الكطعم الشرش اللي طلع ده ممكن نعجم به او ممكن نسيبه تاني على النار هنطلع منه جبنة تانية او هنا بقى عايزة اخزن الجبنة بتاعتي بغي لمية وخليها تبرد وحط فيها معلقتين من الخل ومعلقة كبيرة من الملح وارنين من الفلفل وحط فيها الجبنة بتاعتي جبنتنا كاملة الدسم بيتي صحية مفيدة جدا احسن من اي جبن مغلفة برا كلها زيوت نباتية مهدرجة اعملوا كل حاجة في البيت كل سنة وانتم طيبين رمضان على الابواب ودايما الحاجة برا غلياء لكن احنا بنعملها بنظافة وحب يارب تكون الوصفة عجبتنا ما تنسناش من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته